طيب هارجع كده التترات زمانيحنا فيه مسلسلات حفظينها بتترات بتاعتها إمال والبانون بوابط الحلواني أرابيسك احنا حفظين الأعمال دي بتتراتها وده صعب جدا انه يحصل انت شايف ان احنا دلوقتي رجعنا تاني للحقبة الزمنية الدرامية دي هو انا مش شايف انها توقفت الحقبة دي هو دايما كان يعني كل سنة كان بيظهر مجموعة عن التترات يعني ما كانش بالكم من التترات لحنا متذكرينها دلوقتي او يعني العدد ما كانش يعني في التسفينيات مثلا كتعاصر زهبي صحيح في الفترة الألفية كان يعني كل سنة او يظهر تتر او تترين يتربف عزو مثلا عمل انا فاكر ان هو عميرة فعبدين انا فاكر برضو ان هو حديث الصباح والمساء من الحاجات اللي بعد يعني في الألفية 2001 تقريبا برضو اهل كايرو دي كلها تترات برضو في السنين الاخيرة اعتقد انها كانت عاشت يعني بس طبعا السنة دي لان فيه اولا انتاج كبير وتنوع مش متعودين عليه يعني عندنا الجنرات نفسها درامية كترت فبالتالي وحتى الصناع بقى الصناع متنوعين احنا كان فيه جيل في التسنات اللي هو سيد حجاب احمد فؤاد نجم عبد الرحمن الأبنودي وفي الموسيقيين ياسر عبد الرحمن عمر خايرت خايت حماد دواتي لا بدخل حتى الجيل الشباب وصناع الأغنية نفسهم ملحنين وشعراء عندنا شاعرة ست اللي هي صارة سعيد مثلا عملة عنصر نسائي في الصناع في مطبخ صناعات الأغنية نفسه اللي هي صارة سعيد عملة جعفر العمدة عملة تتري البداية والنهاية هي الكاتبة وهي اللي عملة الأغانية اللي جوة المسلسل كمان الكاتبة يعني فطبعا فيه تنوى حتى في الأجيال اللي شغالة في جيل بيسلم جيل من صناع الأغنية وكمان فيه ظهور للشعراء نفسهم بأصواتهم زي شامل جخ اللي طلع في كازح طبعا شامل جخ أو عمل الأغنية كتب الأغنية بتاعت جعفر العمدة اللي هي الأغنية الدعائية وليست الأغنية وعمل ربعيات بصوته وربعيات هو في الأنترو بيقول بصوته يعني مقطع جميل كده ومؤثر والأغنية انتشرة يتمكن أكتر من التاترة حتى يعني أغنية هي كانت أغنية دعاية فقط لكنها خارط صبغة على السوشال ميديا والتيك توك والفيسبوك يعني ستوريز وكده بقيت منتشرة والأغنية دي بصوت أحمد سعد طبعا وبتبتق الإنترو لشامل جخ وهي كلمات يا شامل جخ أيضا موسيقى شكرا